قال الرئيس عبدالفتح السيسي ان حصة مصر من المياه لم تتغير على مدى عشرات السنين رغم ارتفاع عدد السكان وهو ما ادخلت دولة في حالة فقر مائية اضاف الرئيس ان مصر دخلت في برنامج ضخم جدا على مدى العشر سنوات الماضية لمعالجة المياه وتم انفاق مبالغ هائلة لتنفيذ محطات المعالجة المتطورة من ضمن الحاجات اللي عندنا المياه وانا بقولها هنا عشان تبقى واضحة للعالم كله نحن في مصر حستنا من المياه موجودة لم تتغير على مدى عشرات ويمكن مئات السنين يعني احنا تقريبا منتكلم في 55 مليار متر مياه من عدد سكان 4 مليون من حوال 150-200 سنة لمية وستة مليون دلوقتي وده دخلنا في حالة فقر مائي شديد ما عملنا الصراعات مع حد عشان نقول ان حسط الماء بتاعتنا نزودها لان ده تحدي وتبقى لمعايير الأمم المتحدة نحن في حالة فقر مائي شديد أقل من 450 متر مكعب في السنة للإنسان والمفروض انه هو 900 الالف متر مكعب في السنة عملناش كده دخلنا في برنامج ضخم جدا على مدى العشر سنين اللي فاتوا لاستفادة ومعالجة المياه بشكل متطور للغاية يجعلنا زي ما قلت قبل كده بين يعني في مصاف يمكن الدول رقم اثنين في العالم في تدوير واستخدام المياه احنا فقط في هذا الامر أرقام هائلة عشان يبقى عندنا محطات معالجة ثلاثية متطورة على مستوى دولة بتستخدم مياه لمية وستة مليون إنسان مش بس في الشرب والكده لا ده حتى في الصرف الزراعي احنا عملنا الكلام ده لمعالجة مياه الصرف الزراعي لعادة استخدامها مرة واثنين وثلاثة خلاصة الكلام ان ان الازمة وان كانت ازمة ولكن بالاسرار وبالفكر وبالعمل والمحافظة على الاهداف زي ما قلت ممكن قوي تتحول الازمة الى منحة جيدة جدا